مزالت هيئة جودة التعليم والتدريب ومنذ إنشائها تسير ضمن نطاق رؤية عصرية ينصب تركيزها على تعزيز الجودة المستدامة للارتقاء بقطاع التعليم والتدريب في مملكة البحرين ما جعله نموذجا يحتذى على المستويين الإقليمي والدولي نحو وجهة معلومة تعد كواحدة من إحدى الوجهات والمحطات التي تريثت عندها كاميرا مركز الأخبار لتسليط الضوء عن قرب على آلية عمل هيئة حكومية مستقلة تحمل رسالة وقيما ورؤى وطني نبيلة منذ تأسيسها في العام 2008 كواحدة من إحدى مبادرات مشروع تطوير التعليم في البحرين برعت هيئة جودة التعليم والتدريب كهيئة وطنية مستقلة في تنفيذ متنوع البرامج والأنشطة المتعلقة بتحقيق المعايير والأطر المرتبطة بقياس جودة الآداء للمؤسسات التعليمية والتدريبية المرخصة لها بالعمل في المملكة نعطي أولا فكرة لمتخذ القرار بالوضع التعليمي بحسب مسؤوليات الهيئة إضافة لذلك أنه يكون فيه تأكد من تقديم التعليم للطلبة بالمستوى على الأقل المستوى المعقول بتقليل الفقد اللي ممكن أنه يصير في هذه الفترة وهذه طبعا حتى على مستوى العالم فيه فقد للتعليم خلال الفترة للأسف الواحد يقولها يعني وصرحوا فيها الأمم المتحدة إضافة لذلك تغذية راجعة للمدارس والمؤسسات التعليم والتدريب العالي منها والمهني وقد ساهمت نتائج المراجعة والتقييم في إبراز نقاط القوة وتحديد الخلل إن وجد في كيفية عمل المؤسسات التعليمية والتدريبية بشكل سهل من تحديد أنجع الأدوات والوسائل العلمية المعنية في تحسين آدائها وتطويرها قمنا باستحداث إطار مخفف تعتبر مملكة البحرين ريادية فيه في الجانب ذي الإطار المخفف يقوم بتقييم الممارسات في المدارس وفي المعاهد بحيث نشوف استعدادات هذه المؤسسات والجهات التنظيمية للجوانب معينة من حيث الطلبة مثلاً من حيث حفاظ الحقم في التعليم وبدأ تقدمهم في الأكاديمي بالإضافة إلى مثلاً التكنولوجيا ماذا الدعم التكنولوجي الذي يحصلونه؟ بالنسبة للإطار الوطني للمؤهلات هو طبعاً هناك عملتين رئيستين نقوم بها وهي اعتماد أي وأدراج المؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين وبعد أن يتم اعتمادها يتم تسكين المؤهلات على إطار من عشر مستويات لمعرفة جودة ومستوى وقيمة هذه المؤهلات وبالنسبة للإدارة الامتحانات الوطنية فبناه على قرار مجلس الوزراء الموقر تم نقل الإشراف على الامتحانات للصف التاسع والصف الثاني عشر إلى هيئة جودة التعليم ولن تحيد هيئة جودة التعليم والتدريب عن خط رسالتها وقيمها الوطنية الثابتة الرامية إلى بناء القدرات الوطنية في مناخ معتدل تسوده العدالة والاستدامة والتنافسية يكفل إحلال نقلة نوعية والاستمرارية في تطوير الخدمات المقدمة في قطاعي التعليم والتدريب المهني في البحرين لتلفزيون البحرين محمد رشيلات